بالنسبة لبرتقالي شخصية ممتازة يمتع المبارات ند بند قوة بقوة خطيرة في شوف سايت في شوف سايت فرصة هدف اول علام يا ولد عجمان يسجل هدف جميل عجمان يسجل هدف ولا في شك في اوف سايت ولا في شك في اوف سايت يتقدم نادي عجمان بسلاسية جميلة هدف حلو قوي 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 هدف جميل 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 عجمان شكل ولون وطعم جميل مع الدقائق الاولى مع التيفو في البداية مع الطوارئ العجمانية يفتح نادي عجمان بهدف جميل هدف كله بريستيج الحقيقة من اللاعب مبونجو إيثن مبونجو يسجل هدف بص الجملة بص الجملة بصوا يلافر لاب يا ولد على الباص ايه ده مش ممكن مش ممكن يا كماعة النصر ستة لعيبة يضربوا كده ايه ده ايه ده مش ممكن قالب بهتا ماركوس قالب بهتا ماركوس في الكرة يا الله مش ممكن مش ممكن شوف كل الناس دي جاء غلط عبدالعزيز سنجور خبرتك كلها دي حد يوقف كده رجل مش ممكن عبدالعزيز سنجور شوف الكرة خطيرة جدا 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 مش ممكن مش ممكن التمركز الدفاعي الرقابة العكسية فوزي وسنجور اسماء عندها تاريخ كبير جدا لكن في الهدف اللي دخل مارمى نادي النصر ده يعني مش ممكن لكن كان واضح في الضغط بتاع الهدف خطير جدا عجمان ديناميكية حركية وليد ازهارو خطير جدا خطير جدا يا الله يا الله يا الله يا الله يا عبدالعزيز سنجور خطير جدا 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 يلي تملك الحسة السادسة عند لعيب الكرة يسجل علي مدن هدف تاني لنادي عجمان فيه 25 دقيقة لعب ووضعية نادي النصر وضعية غريبة يا توزي غريبة يا توزي غريبة يا توزي ليه ليه كده يا شباب ليه كده يا شباب نادي النصر يتزعلون لكن شوف التحرك شوف التحرك شوف التحرك كوارث كوارث في الخط الخلفي بالنسبة لنادي النصر أكثر المحبي لنادي النصر وأنا اكثر الزعلنين على هذا الاداء بالنسبة لنادي النصر اي محب يعني مشجع محب متيم بالفريق النصراوي لا يتمنى للفريق في هذه الحالة اطلاقا شوف علي مدن يحط الكورة مع حارس مرمى مميز جدا احمد شامبيه شوف رفع عينه وحب يميز على حارس المرمى دحك عليه وخلى شامبيه بدأ يفكر ان علي مدن هيعمل العرضية لكن حطها والعرضية خطيرة 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 التالت بقولك في تاني والتاني ليلة للتاريخ هذا اللقاء اربعين دياع عجمان النصر للتاريخ للتاريخ كاتب التاريخ يكتب بالقلم البرتقالي بس يكتب بالقلم البرتقالي والرجل بيتنطط بيتنطط فرحان سعيد بنتيجة غير طبيعية وبأداء غير طبيعي وباربعين دقيقة يملىها الحزن يملى الحزن عشاق وأعين وصدر وفكر وتاريخ وأرقام وجدران نادي عظيم اسمه نادي النصر يا الله مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن البرتقالي عجمان يعني يعمل صحوة غير طبيعية محمد فرس بالعربي يسجل هدف جميل بالقدم اليسرى غريبة جدا شوف اللعبة اللعبة بتروح تسند اللعبة بتروح تسند ما فيش ضغط خالص فيش برس فيش ضغط ما فيش برس فيش ولا واحد عارف قيمة النصر في الله تلاخير يا الله مش ممكن ايه ده ايه ده ايه ده العرضية خطيرة العرضية غريبة تقبط في الارض هنا طبعا والصعب المأمورية شوف فرس بالعربي شوف التقتال العكسية شوف ليه ما فين المدافع هنا عبدالعزيز سانجور مش خطيرة بالنسبة للنصر يحاول النصر يقرب الفارق توزي والتصويب والهدف يأتي الان هدف للنصر يقرب الفارق هدف يقرب الفارق حتى يرجع الحالة النفسية مع بداية الأفطايم الثاني إذن الفاول برة الثمانتاشر بالنسبة للعجمان يسجل النصر أول أدافه عن طري توزي لازم دلوقتي اللعيبة الكبيرة اللي زي توزي والكبات يلموا الفرقة يلموا الفرقة لأن فريق نادل نصر في الشوط الأول فريق الحياة أتى مفككا وانتهى حتى برغم أنه سجل هدف لكن ثلاثة واحد بأداء الحياة هدف طبعا فيه لق كبير هدف فيه لق كبير جدا لاعب نادي عجمان اللي يسجله في مرمى بالخطأ إذن يسجل فريق نادي النصر بالنيران الصديقة يسجل هدف في مرمى طبعا بالخطأ فراس بالعربي نادي عجمان في طريق الوربعية التاريخية هدف فراس بالعربي يا ولد يا ولد يا ولد محمد فراس بالعربي محمد فراس بالعربي حط بالعربي وحط بالانجليزي وحتى هدف تاني جميل هدف جميل 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 عجمان يتقلق يبدع عجمان مش ممكن اي حد يقول للتاني دلوقتي النتيجة اربعة واحد يسدى ابدا بربعية ولازلت اقول باقل مجهود ولازلت اقول ان الاربعة هداف تسبب فيها لعب النادي النصري بالكامل ومدربهم تسبب فيها لعب النصري بالكامل ومدربهم لان الحياة لخطوط متقاربة ولا تمركز دفاعي ولا رقابة من لعب اشتركوا في القناة